مع إعلان القيادة العامة للجيش اطلاق عملية لتعاقب الإرهابيين رداً على تصعيد العمليات الإرهابية في الجنوب الغربي أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارين مشتركين بهدف تأمين وحماية المناطق الجنوبية من البلاد ونص القراران على تعيين الرائد مسعود عبدالله مسعود عبدالجليل قائداً لقوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب والعقيد علي الغناي بالنيران قريرة قائداً لغرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب المجلس الرئاسي الليبي دعا الجهات المختصة على وضع القرارين موضع التنفيذ من تاريخ صدورهما حيث تزامن صدور القرارين مع إعلان القيادة العامة إطلاق عملية لتعاقب الإرهابيين وترضي ما وصفتها بعصابات المرتزقة وتتشكل قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب من السرية الأولى 116 مشات وتتبع مباشرة القائد الأعلى للجيش أما غرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب والتي تمثل مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار المناطق الجنوبية والحدود الإدارية فتتشكل من الكتيبة 116 مشات والكتيبة 117 مشات والكتيبة 96 مشات بعضوية ثلاثة مندوبين على جهازي المخابرات العامة والأمن الداخلي ووزارة الداخلية وتتخذ منسبها مقرا لها وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أصدر في وقت سابق بلاغا يحذر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها وضرورة أخذ موافقته إذا استدعت الضرورة شكرا